طيب هنروح لي يعني كرة الطائرة رجال الناس كلها طبعا عايزة تطمن على الفرقة عايزة تشوف شكل الفرقة خاصة بعد التدعمات كان عندنا جولة مع مصر البترول على فكرة مصر البترول عامنا فرقة كويسة جدا فرقة محترمة دي كانت تاني جولة من جولات المجموعة اللي احنا فيها المجموعة التالتة وخلص بفوز النادي الاهلي 3-0 النتائج جات كالقاتي 25-21 25-20 25-17 الفرقة ماشية بشكل جيد كنت انا قابلت جابت المحمد مسال حميد ومن يومين في النادي الاهلي وسألته على الفرقة الحمد لله الدنيا تمام قال لي تمام وقال طبعا الإصابات طبعا مني على الإصابات وقال لي انه طبعا يعني بيحاول يعمل روتيشن على كل اللاعبين عايزة كل يشارك عايزة كل ياخد كل الخبرات الممكنة والمباراة دي كانت تلعبت مبارح على صالة نادي مصر البترول طبعا دي لقاطات من المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيسر ولكن المباراة بتاعت مصر البترول لعبت في مصر البترول ماتش اللي جاي معها البيتروجيت فريق قوي جدا في الجولة التالتة وهتكون على صالتنا في أهل الجزيرة ان شاء الله كل التوفيق طبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني يعني تابعا للنظام الدوري اللي حطوا الاتحاد المصري كل ده يعني يعني آسف لنقول كده يعني مش مهم للأسف هو المهم تتأهل من مجموعتك أول تاني تالت وبعد كده تطلع مش عارف ما عرفش بقى هل هيعملوا نفس اللي عملوا الدوري اللي فات ويعملوا حاجة اسمها السوبر وبعد السوبر يعملوا الدوري لإطالة أمد الدوري شوية يعني للأسف كل اللي احنا بنكسبه ده احنا الهدف منه التأهل فقط ولكن يعني كل النقاط اللي انت بتحصدها دي هتيجي على الفاينالز زيرو يعني لو فرقة جات في كل الأدوار دي خسرت ثلاث مباريات أربع مباريات ولا حاجة أو فرقة كسبت كل مباريات ولا حاجة وكله بيتساوا بعد كده وده اللي حصل السنة اللي فاتت يعني نادي المنافس خسرت ثلاث أربع مباريات واحنا كنا كاسبين كل مبارياتنا ولكن طلعنا الدور اللي بعد كده بعد المنافس ما جاب اتنين محترفين بعد ما خلصوا مشاركاتهم عنديتهم اللي في أوروبا جموا وطبعا كل ما سبق تم إلغاؤه بدأنا من جديد ودي كانت طبعا أنا شايفها أنفير بصراحة أن أنت تبتدي الموسم وكأنك اللي فد كل ولا شيء فنتمنى إن شاء الله بإذن الله أن الفرقة تستمر على هذا المستوى وإحنا على أي ظرف على أي حاجة هنلعب إن شاء الله وهنستعيد اللقب مرة أخرى